الحضور الكريم، الطالبات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود بداية أن أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، وأنتن كذلك بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعون هذا اليوم هو يوم فخر وعزة باتحاد إماراتنا وإنجازات هذا الوطن المعطاء إنجازات تحققت بفضل توجهات ورؤى آبائنا المؤسسين وقيادتنا الحكيمة طالباتنا العزيزات، هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا لما تجسده من معاني نتعلم منها قيمة العمل الجاد والعطاء والإخلاص للوطن والحرص على الإبداع والريادة في جميع المجالات وإن تحقيق طموحات المستقبل يعتمد على عقولكم واجتهادكم لتردوا ولو جزء بسيط من جميل هذا الوطن وتقودوا مسيرة التنمية في إماراتنا الحبيبة نحو الصفوف الأولى دوما الآن وأنتن تنظرنا إلى المستقبل وتفكرنا في الخطوة التالية أحببت أن أشارككم تجربتي لعلها تعطيكم بعض الإلهام في مسيرتكم نحو الحياة العملية تخرجت من كليات التقنية العليا عام 1997 وأحمل شهادة الدبلوم العالي في تكنولوجيا الاتصالات وماجستير في التجارة الإلكترونية من جامعة زايد لكن ما حملته معي لم يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط بل تمثل في القيمة الأوسع للتعليم حملت معي من رحلتي الجامعية الإنضباط والفضول والنزاهة وأخلاقيات العمل القوية والانفتاح على الآخرين علمتني التسامح والعمل بروح الفريق ومن هنا كانت بداية انطلاقتي وشغفي للعمل من هنا تابعت مسيرتي المهنية وتطوير مكتسباتي ومهاراتي والانطلاق نحو آفاق أرحب وتحقيق نجاح بعد آخر تشكل كلية التقنية العليا نقطة انطلاق لكم صوب إنجازات أخرى وطموحات يجب أن لا تقف عند حد وما ستحملنه معكم من حياتكم الأكاديمية سيعينكم على تحمل مسؤولياتكم العملية ويساعدكم على الإبداع مستقبلا اتبعوا شغفكم وكونوا منفتحين على الأفكار الجديدة والمبتكرة فأنتن بنات الإمارات التي تتخذ من الإبتكار ركيزة من ركائز حكومتها وتتصدر عربيا مؤشر الإبتكار العالمي فلتكن ثقتكم بأنفسكم كبيرة ولتكن طموحاتكم عالية لتواكب تطلعاتها كل عام وإماراتنا بخير وازدهار ولتكن روح الاتحاد حافزا لكم للمضي قدما في مسيرة التميز والإبداع في مواقع عملكم المستقبلية لتشكلوا إضافة نوعية للوطن وتسهموا في ترسيخ مكانته وريادته وفي رفض شتى قطاعاته